عقد رئيس مجلس المستشارين السيد النعم مير جلسة عمل مع عميد المعهد الملكي لثقافة الأمازيغية السيد أحمد بوكوس وذلك في إطار الاستعدادات الجارية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في أشغال الجلسات العمومية لمجلس المستشارين وأجهزته خلال هذا اللقاء تم التنويه بعلاقات التعاون المتميز التي تجمع المعهد الملكي لثقافة الأمازيغية بمجلس المستشارين حرصا منهما على الاعتناء بمختلف مكونات وروافد الهوية الوطنية في هذا الإطار أشاد السيد النعم مير بالدور الذي يقوم به المعهد الملكي لثقافة الأمازيغية في مجال ترصيد المكتسبات التي تحققت للغة وثقافة الأمازيغيتين كملك لجميع المغاربة وخاصة ما تم إنجازه في مجالات التعليم والإعلام ومختلف مناح الحياة العامة وهي المكتسبات التي رسخها هذا الصور 2011 من جهته أشاد عميد المعهد الملكي لثقافة الأمازيغية السيد أحمد بوكوس بالمخطط العملي لمجلس المستشارين الرامي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته في هذا الصدد عبر السيد بوكوس عن الاستعداد التام للمعهد لمرافقة المجلس في تنزيل وأجرأة هذا المخطط بشكل عقلاني وسلس من خلال استثمار ما راكمه من تجربة وخبرة كبيرة في التمكين للغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة اشتركوا في القناة